اليوم الذهب الآن بالقرب من 2075 وهو عند 2075 دولار هذه مستويات مقاومة مهمة لأنه ارتد منها حول الوصول إليها في ديسمبر وارتد منها مهمة أن نراقبها وعلى ما يبدو أنه الذهب في طريقه أيضا لتسجيل مستوى قياسي جديد إذا كانت الحالة هي كذلك كنا تحدثنا خلال الأيام الماضية منذ ديسمبر ومنذ أن كان الذهب وصل إلى 2149 وعاد إلى هذه الحركة العرضية لأنه ما يحرك الذهب الآن هو توقعات معدلات الفائدة وأنه طالما الأسواق أعادت تقييم الأمور فيما يتعلق بخفض الفوائد وكنا بدأنا العام بتوقعات ست مرات خفض وتغيرت الفكرة طالما أن الأسواق تغيرت فالذهب بحاجة إلى محفز اليوم ما هو هذا المحفز؟ عواد السنة تتراجع دولار يتراجع لكن على مستوى البانات الاقتصادية ما زالت تضخم في مستوياته يعني القراءة الأخيرة للPCE والمؤشرة المفضلة للفدرالي القياس التضخم لم تأتي بجديد يعني لم يكن فيها أي مفاجآت صارة ولا حتى سلبية بالنسبة لأذهاب لكن على ما يبدو أن هناك تحرك كبير لأسعار في الوقت الحالي السؤال هو هل سيستمر؟ من نيويورك دعوني يرحب بجوزيف كافاتونيا استراتيجي الأسواق في World Gold Council Day أهلا بك جوزيف ما رأيك في تحرك الذهب اليوم؟ شكرا لك محمد مساء الخير حسب ما نراه اليوم هو بالضبط ما كنا نتوقعه مضاربات حول خفض الفائدة والأسواق تتحرك حسب هذه التوقعات وتستخدم أسواق الذهب للإشارة إلى كل ذلك إذن هناك تقلبات صحيحة على المدى القصير ولكن دعم الأسعار الذهب على المدى الطويل أكيد فتوقعات خفض الفائدة مسعرة وبالتالي تقلبات على المدى القصير ولكن ارتفاعات على المدى الطويل لماذا بدأت الآن؟ لم تتغير التوقعات كثيرة ولم تتغير بنات الاقتصادية حتى تضخم اليوم في أوروبا جوزيف جاء أعلى من المتوقع إذن أنت تتحدث عن سوق النفط وسوق الذهب المضاربون هم من يحركون الأسعار على المدى القصير وبالتالي الذهب هو من يستفيد من هذه النشاطات نشاطات المضاربة ولكن ما زالت هناك تقلبات على المدى القصير بسبب هذه المضاربات إذن ردة الفعل اليوم هي للأرقام التي صدرت في الولايات المتحدة الناس تتحرك حسب النظرة الطويلة بشأن خفض الفائدة وتأخذ مركزها بناء على ذلك من بيع أو شراء وبالتالي في العام الماضي كانت هناك بينات قوية عن الذهب الناس يريدون الانتباه للمدى الطويل أكثر من المدى القصير لأنه على المدى الطويل هناك طلب عالمي قوي طيب جميل المدى الطويل في تقديرك هل يمكن أن نكون بدأنا هذه الرحلة الآن وما هي المحطة القادمة المدى الطويل محمد هو عنصر مهم جدا في حديثنا لأن الذهب هو أصل عالمي يتم شراءه من مختلف أليات الاستهلاك حول العالم الاستثمارات التجذئة قوية في آسيا البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أيضا كان طلبها قوي على الذهب وبشكل عام هناك بعض ضعف الاستثمار وهذا بدأ يتشكل الآن بشأن وضوح غفظ الفائدة في الولايات المتحدة وهذا سيستمر في تسبب تقلبات على المدى القصير وهذا سوف يأتي برياح معاكسة ولكن ما بدأ الآن هو وضوح في الصورة بشأن التضخم الذي تديره الولايات المتحدة بشكل جيد والاحتياط الفيدرالي وهذا بدأ ربما في آخر 2023 وسنرى هذا يتطور ويتضح أكثر هذه الفترة إذا مرة أخرى نمو الطلب على الذهب في المدى طويل أمر أكيد والبنوك المركزية في الأسواق الناشئة تزيد من احتياطها من الذهب وبالتالي ارتفاع الاستهلاك ارتفاع الطلب وما بدأ بالتعافي الصين بدأت بالتعافي طبعا الآن بعد جائحة كوفيد سترى مسار صاعد للذهب وهذا كان حادث أصلا في العامين الماضيين ولكن التقلبات على المدى قصير تذكر ذلك شكرا لك على هذا التحليل ودائما المدى الطويل للذهب طبعا هو ألهم شكرا جوزيف كافا توني استراتيجي الأسواق في World Gold Council شكرا